إذن معركة اقتصادية تسع نطاقة بين الحوثيين والحكومة بعد اتهامهم باستنزاف أموال البنوك ونهب مدخرات اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات وتسخيرها لتمويل الأنشطة الطائفية والحرب المستمرة منذ تسعة سنوات البنك المركزي اليمني في عدن قال في تقرير حديث له إن الحوثيين استحوذوا خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2018 على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك كما أجبروها على سحب السيولة من فروعها وتوريدها لحسابات الميليشيات كما سعى الحوثيون بشكل متعمد وفقا لتقرير البنك المركزي سعوا لتقسيم الاقتصاد الوطني من خلال منع تداول الطبعات الجديدة من العملة وإعاقة الحركة النقدية بالبلاد إضافة إلى ذلك تقوم نقاط التفتيش الحوثية بين المحافظات بنهب ومصادرة أموال اليمنيين المسافرين بذريعة إطلاف الطبعة الجديدة وتجريم حيازتها البنك المركزي ذكر أن الحوثيين استحوذوا على موارد النقد الأجنبي في مناطق سيطرتهم وفرضوا بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخف كما سلطوا جهات قضائية غير قانونية تابعة لهم لتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين أو غير موالين لهم وإمعانا في تحايلهم على أموال المدعين أصدر الحوثيون عام 2023 ما أسموه قانون منع المعاملات الربوية الذي يجرم التعامل بالفائدة واعتبر هذا الإجراء تحايلا حوثيا مكشوفا للاستلاء على أموال المدعين والقضاء على ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي بعد ذلك اتجهت الميليشيات نحو استخدام الإصدار النقدي غير القانوني كوسيلة لتمويل نفسها ومشاريعها هنا حذر البنك المركزي من خطورة هذه الخطوة وقال إنها تنذر بتدعيات مدمرة وكارثية على النظام المصرفي وعلى الاقتصاد المنهك ترجمة نانسي قنقر